موسيقى وهد البنية هي عالمة السيفام كبيرة لأنه منذ سنوات عنا ننتظر بشهد البنية تحسن وتصلاح وتولي لنا كنا سمعنا بأنها هي واحد المركز تبع الوزارة الصحة ونحن ننتظر الإصلاح ديالها باش أنها تفعل ودير الدور ديالها ويحدث هنا كتعرف هذا المكان هذا أرى واحد مكان مهجور وقريب للغابة والهناف كتواجدوا الفلاس ماكيش واحد ساكينة كبيرة مشاكل كلها مشاكل بناية قنبولة وننتظر من الصلوات باش أنها تخدم على هذا الباب وتصلح هذا البناية إلا كانت ديال وزارة الصحة تصلح راحنا في الخصاص ديال المراكز الصحية وبالخصص معنا بأنها هي ديال الجهاز التنفس والأمرات الصدرية فاستوعا ننتظر في حالة دي الكوكار واحد الحالة كاريتية مشفى قديمة مشي من طيراز الكبير هنا ماكيلا حراسة لأولو وكما زمان طلبنا باش تكون الحراسة ولما الإقفال ديالها على الأقل الإقفال ديالها ما تجاوبوش معنا السلطات ما تمشي الإقفال ديالها بقى تكدام حلولة بعض المرات تتجي هنا تتلقى التلاميين ديال من دراسة في الجانب ديالها بعض المرات كتجي تقاموا شريمين تربصين هنا بالأسلحة بعض المرات لولا هاد كنشكر هاد الناس ديال الدوار هاد الالتغيتيين والناس ديال الدوار هنا هما اللي تقوموا بالإبعاد ديال هاد الناس على هاد المنطقة منطقة شوية فارغة وكتعف مناطق لي كتكون فارغة في الضواحة ديال المدون كيكون تمادك الهاجيس الأمني هادتها هي من المناطق لي فيها واحد الهاجيس أمني وكتشكل خطر على الساكنة وكما يعرف الجميع بأنها واحد الممار ديال الرياضيين وبالخصص هذا الممار جديد اللي تحلى على عين السيخ ولا واحد الممار جديد هنا للساكنة هادتها هو كنممار عاو تال الرياضيين يجوا عيالات نساء أطفال ما بغينا شغل دا توقع شي كاريتا ومتسمعوا بأنه وقعت تحت اقتصاب وضرب ولا تغتصبت شي مراع ولا شي فتات وحنا نحن تنذيره تنذيره السباقية باش ما توقعش هاد الحاجة يبغي بلاد ورخصو يبغي عبها كده يقلب ويدير ضربات السباقية وته هي كتبقى واحد كتشكل إكرار على الأمن وش رجال الأمن تشكل على اليوم إكرار كل نهار رغب قديروا نقطة في البلد لهم تشكلت على اليوم إكرار ولهذا كما كان تعرف المسؤولين في مدينة فاس وجنال والطلاب ولكن الكل يعرف فاس وكعرف مسؤولين في فاس بأنه الظروف اللي دابا اللي محيطة بالوضع السياسي فاس ظروف اللي مشيف فالمساوا الكبير خلت بزاف ديل الحوائزي يقع فيهم وحد من Braz وكانت منه باش مستقبلا الراعي وارجع وفاس لمكانة ديلها لا في البرامج ولا في الإمكان وتحتية الدولار نشاء الله بأذن الله المطالب ديلنا هي هد البنائة يحسن القالها الحل إلا كانت ديال الدولatt ديلة الحل كانت ديال الخواص يدار لن حل كانت ديال الدولار هيه فلوس ديل دافع الدرائي يحسن لهاumi الفلوس ديلها تصلاح وتولي بناية تدير إضافة داخل مقاطعة المارين التي تعرفت لها شاشة في البنية التحتية لأننا في مقاطعة المارينين من أضعف المقاطعة داخل مدينة فاسي إذا كانت تشكل واحد الفالور وغدير واحد الإضافة نحن نطالب بذلك ولكن على المساوى الصحيح نطالب بذلك نمنهاد من برضي لكم تنوجه رسال السيد الولي ولي المدينة التدخل في هذه البناية القنبلة للك نسميها القنبلة لأنه إلا جيت نسرد لك الوقاع اللي وقعت هنا هذا شيء كبير بحكم أنه إنت هنجوه تنتوبها الكثير when 25 سنة ساكن هنا قاطعين هنا يمرت بطوار كبير ذلك البناية ديل المأساة وديل المشاكل وديل الصراعات وديل الجانيحين وديل اللصوص ووووووو أضفلا ذلك كنت من هنا ويكونوا يولا التفات من السيد الولي والتدخل دليل وإصلاح هذه البناية والله دبا أنا كنت أرىها زعماء أنا بعدipple دليل ما بقى تصعل حال بقيد تصعل الحال صديق سهل هدم لأن كل هذه زعمناك وتمرس كانت من جناب يجب أن تشكي الخطر على هذا المرتدين وخجاني حين تشكي خطر ترى الزجاج التي تشاهدون الزجاج هؤلاء الناس تشاهدون عساسة ومعيشون بخصوصهم يوجد أغلبهم في الخارج من الجالية المغربية المقيمة في الخارج كلهم يجب أن يكون معاناة يجب أن يكون لديهم هاجيس أمني لذلك نتمنى الله سبحانه وتعالى أن يكون تدخل وإصلاح هذه البناية ونعطيها المكانة ومصراحتين كتب بناية كبيرة نتخسر عليها لا يوجد بناية صغيرة ومن ثلاثة طوابق ومجهزة وفي مكان استراتيجي لأمارات تصدرية يجب أن يتم الإرجاع لهذا المكان وإعطاءها حق بالنسبة لهذه البناية يجب أن الناس تشكو منها على أساس بأنها جاء في موقع وهو خطر قليلا على السكينة وأكترية بالنسبة للناس الذين يأتي هنا حيث هذه البلاصة يجب أن يمارسون الرياضة في الصباح الباكر وفي العشية يجب أن تشكو من هذا البناء أساس بأنها مهجورة من اللي كانوا يجب أن نمارسون الرياضة تلقو بعض الأطفال وبعض المتمدرسين اللي هما ما زالهم في السنة صغيرة تلقوهم مجتمعين هنا ما عرفناش على مجتمعين وش على مخديرات وش على هذا نحن نحاولون نقل لديقة اللي كانين هنا بالنسبة للقريساج بالنسبة للأطفال اللي كيتم ندرسوا ما يقعش بهم الهضر المدرسي بالنسبة للأطفال سيكون هنا كل شيء يقول حاجة كل واحد يقول ما زالت شيء ما خرج بشيء تصريح بأنه تمثلوا هذه ما عرفناها وش نتع وزارة الصحة وش بناية غير شيء بناها هكك وش معندها ش رخصة ما عرفناش هذا هو تساؤل نحن براسنا كالساكينة نطرحوه شيء واحد يخرج يقول لك هذا البناية رأح نديالنا نعرفوه ما نهدروا وذلك الساعة كانت نسعب وزارة الصحة ننشي ونهدروا معه وزارة الصحة على أساس بأنها تشكل خطر يدروا لأشي حل ما يصدوها ما يخلوها شاكا فتو حل فوجهة على الناس يدروا من هنا سواء الناس المتشريدين أو الناس كان الأطفال الذين هربانين من ديورهم سنعرفوها في المراهقين وكان الناس الذين تناولوا المخدرات هذا البلاصة ملد كل ما هو خارج على المألوف طلب إما يصدوها يصدوها البيبن والسراجم يصدوه لكي لا يصدوه يدخلوا الناس وإما يكملها بالإصلاح إذا كانت تكون مستشفى يصدوه يصدوه الناس ما كان مستشفى لأمرات الصدرية أو أي مستشفى أو إذا كانت تنتع بدون رخصة أو لا يكمل فيها البناء لا يكملوا الفلوس أو السيولة يصدوه والمقاطعة خاصة تشغل على هذه البناء لأنه مقاطعات المارينيين يصدوه إذا لم يكن ما كانت جماعات البلدية والمتعفاس راح نغسلنا عليه لأننا نرى ما نواقع بأنها فارغة المجلسة فارغة لا نعرف نحن نحاول ندروا على الله وعسى توصل للناس مسؤولين كبار قبل المغادرة لا تنسوا الاشتراك في قناة العمق المغربي وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد ولا تنسوا مشاركة الفيديو والضغط على زر العجب ترجمة نانسي قنقر